استهل الأساتذة العملية بتصحيح نموذجي ومناقشة سلم التنقيط يليه مباشرة تصحيح الفعلي للأوراق والذي يمتد على مدار أسبوعين طيب سوف أناقش الموضوع مع ضيفي الكريمة بالأستوديو الأستاذ بوجمع الشهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية ورحب بك معنا مساءك سعيد مرحبا لك سهلا كل ظروف مهيئة أستاذ بوجمع الشهوب لإنجاح عملية تصحيح أوراق الباكالوريا بالنسبة للأستاذة الظروف ليست جديدة ولم يتغير فيها شيء بالنسبة ومقارنة بالسنوات الفارطة نعم طيب هل كانت تضعني في صورة ظروف الأستاذة بما أنك رئيس المنظمة الجزائرية لأستاذة التربية المهيئة من أجل تصحيح ناجح لأوراق الباكالوريا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تصحيح الباكالوريا هو عملية روتينية يقوم بها الدوان الوطني المتحدث مسابقات تحذير المراكز كما حذر المراكز للإجراء الآن فيه تحذير لمراكز التصحيح ومراكز الإقفال اللي يبقوا مستمرين الآن طبعا بالنسبة للعملية طلقت يوم أمس سبت في مراجعة تصحيح نموذجي من طرف الأستاذة أو بإشراف رؤساء الليجان اللي هما في العادة مفتشين بتاع المواد كل مفتشة مادة يرأس لجنة من الليجان ليكون أعضاءها الأستاذة لتصحيح الليجان المكلفين بها لتصحيح الليجان بمعنى أوراق تلميذ كل لجنة فيها حوالي 250 أو 300 ورقة للتلميذ الممتحانين طبعا اليوم أمس تم الاتفاق على السلم وراجعة ومناقش السلم تنقيط المقصرح من طرف ديوان الوطني للامتحانات المسابقات واللي طبعا اقترحوها مفتشين المواد كل مفتش مادة اقترح هذا الليجان الليجان تالي المفتشين اقترحت تصحيح نموذجي لكل الأسئلة التي تحين فيها التلميذ طبعا تم مراجعتها بممكن فيه بعض الأخطاء في بعض المواد يتم أيضا توحيد الاتفاق في التعامل في النقطة وبعد ذلك يتخذ قرار المستوى الوطني كما في بعض المواد مثلا إذا كان فيه خطأ في سؤال تحسب مثلا كيف نحسبه للتلميذ هل نحسبه كل إجابات صحيحة هل نحسبه نوع من الإجابات صحيحة أو غيره هذا كله يتم مناقشته في اليوم الأول وهو يوم السبت يوم أمس واليوم انطلق الأساتذة كملوا في الصباح الصبيحة أنا توسم بعض الأساتذة في المراكز عبر الوطن كملوا هذه العملية اتفاق على التصحيح نموذجي وانطلقوا في تصحيح الأوراق انطلقوا هذا الصبيحة في تصحيح الأوراق تحت تلميذ الممتحانين طبعا المعلومات الواردة إلينا مبشرة بالنسبة للتلميذ النقاط في أغلب المواد خاصة العلوم الجريبية أدب فلسفة اللغات الأجنبية النقاط في بعض المواد اللي انطلقوا فيها هذا الصبيحة ممتازة تقريبا في أغلبها ممتازة طبعا هذه بشرة للتلميذ بالنسبة للتلميذ اللي قالوا في بعض الأخطاء في بعض المواد على غرار العلوم الإسلامية مثلا ورد خطأ في أحد الأسئلة اعتبروا جميع الإجابات صحيحة كل من أجاب ورد هذا السؤال في القيم في سؤال حول القيم معناه كل واحد يكسب قيمة من القيم اعتبروها صحيحة صحيحة لأنه كان في هذا الخطأ نعم وبالتالي هذا يشجع تلميذ هذا مساعدة للتلميذ معناه الجميع كل من أجاب ووضع قيمة من القيم اعتبرتها اللجنة صحيحة وهذا في كل المواد طبعا من أجل أن نتضيح حقوق التلميذ وطبعا الظروف طبيعية في كل المراكز بعض المراكز يعني ومن حرارة في الجنوب خاصة بعض المراكز النقل تعتلى الأستاذات بعيد شوية نوعا ما أدوهم المراكز لأن المراكز لا تكونش كثيرة تكون مركز أو ثنين في الولاية بالتالي تكون النقل بعيد شوية على خاصة الأستاذات في المناطق النائية يعني وشوية من النقل هذه طبعا ظروف موجودة وراهيروتينية موجودة في كل يعني كل عام نفس الظروف نفس الظروف لكن بعد الإجماع على أن باكالوريا 2024 أستاذ أبو جمعة الشهوب ميزها رضا واسع وسط المترشحين لهذه الدورة في أغلب الشوعد أكدوا أن هذه الباكالوريا يعني كان فيها رضا أوسع حتى الأستاذ المصححون قالوا أكدوا أنه في هذا السياق ومن هذا المنطلق نتائج باكالوريا 2024 ستكون أفضل من تلك المحققة في السنة الماضية والله نحن هذا ما نأمله وما يأمله الجميع نحن ماذا بنا كل عام ما يكون تحسن يعني ما يكونش تراجع كل واحد يأمل بأنه يتطور إلى الأمام وجيب نتائج أحسن وأفضل لأنه نحن ماذا بنا أولدنا كلهم ينجحوا كل تلميذ ينجحوا ولما لا لا لماذا لا نصلوا إلى منظومة نسبة تسعين بالمئة ولما لا لماذا ونوين المشكلة يعني لماذا كما نقول دون هذا السقف ودون هذه كل الإمكانيات في الجزائر موجودة لكي نصلوا إلى أنه تكون نسبة تسعين بالمئة في الباكالوريا لماذا تكون ستين أو خمسة وستين أو ما إلى ذلك وبالتالي نحن ماذا بنا نطمحوا إلى هذا ونقولوا بأنه نعم كما قلت بأنه هذه السنة جاءت أسئلة يعني مدروسة ووفق القواعد البيداغوجية التي يجب أن توضع عليها ومن هنا ما كانتش هناك صعوبة كبيرة في أغلب المواد في أغلب المواد لأغلب الشعب ومن هنا نتوقعوا بأنه تكون نتيجة مليحة ويكون تكون نسبة أعلى من السنة الماضية وكما قلت لك هذه الصابيحة أنا الأساسية تستطيعهم هذا الصباح من مراكز الصحية يقولوا بأنه نقاط كثيرة ممتزة يعني موجود كثير من نقاط ممتزة وهذه بشرى للتلاميذ في جميع الشعب وفي كل مواد ليس في جميع الشعب في بعض الشعب بعض الشعب أي شعب لك أنا سألت العلم تجريبية اللغات والأداب وفلسف هذا اللي تمكنت من الزملاء قاعدين يصحوا في القاعات ويصحوا في هذه الشعب الآخرين ما عنديش علم نقولش بأنه لكن ما عنديش معلومة لكن على الأقل في هذه الشعب الأساتدة اللي طبعا تحدثت معهم يعني لتمسوا أنه فيه نقاط ونتائج جيدة وحتى ممتازة وهذا ما أكدوه الأساتدة للميكروفون الشروق الإخبارية في تقرير الزميلة كاريما قاسي مراكز تصحيح للامتحانات التي فتحت أبوابها للشروع في تصحيح أوراق المترشحين هذه الدورة فتحت والأساتدة التحقوا والسبت أمس لمناقشة التصحيح النموذجي وسلم التنقيط يعني لا يوجد تسجيل امتعاض من بعض الأساتدة على التصحيح النموذجي أو سلم التنقيط وغيرها لا يوجد تسجيل هكذا أمور لا والله لا يوجد تسجيل لأمتعاض لماذا؟ لأن هذا تحيح يراجع من طرف الأساتدة 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 اللي يأتي ونحن يراجعوها إذا شفوا فيه شيء لا يصلح شيء حتى تكون تصحيح اللي في العاصمة هو نفسه تصحيح الذي في ولاية أدرار هو نفسه اللي في ولاية بسه في جميع الولايات يعني أنه ما قدروش نحن نعدل تصحيح نموذجي في ولاية أو في مركز دون كامل المراكز يجب أن لما تكون مقترحات تعديلية تتم المراجعة أو الاتصال بالدوان الوطني ومتعاد المسابقات إذا اعتمد هذه التعديلات ينشرها على المستوى الوطني بشيكون السلم نفسه في جميع المراكز فقط هذه هي العملية تنبذ شكل يعني ونقول بأنه اللي وضعه العادة ما يعتمد تصحيح نموذجه إلا إذا كان فيه أخطأ وجيدت فيه في الواقع وهذا طبعا يطلب تعديل لا بد حتى لا يضيع حق التلميذ ومن هنا يعودوا يرجعوا الديوان الوطني ثم الديوان الوطني يعتمدوا ويوزعوا المستوى الوطني جميع المراكز حتى يعامل جميع التلميذ بنفس المعيار ونفس المقاييس أشكرك جزيلا شكرا أستاذ بوجمع الشهوب في الأخير ربما ربما بعض الانشغالات المرفوعة من قبل أستاذة تود أن تطرحها في هذا السياق والله إحنا انشغالاتنا واضحة تماما الأستاذة ينتظرون القانون الأساسي والنظام التعويضي وماذا بينا الجهات العليا يعني نظمة التعويضية التي فيها رفع القدرة الشرائية والمرتبات وكذلك الأستاذة المتعاقدين لرهم ينتظروا في إدماجهم من طرف السيد رئيس الجمهورية شكرا لك جزيلا شكرا أستاذ بوجمع الشهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأستاذة التربية لقبولك دعوتنا شكرا لك جزيلا شكرا 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 شكرا